واحد من مجانين السلفية ومن بقايا يتامى الوهابية السعودية واسمه العلامة محمد علي فركوس يتحدث عن اللغة الأمازيغية ويتوجه بكلامه إلى قومه الجزائريين ينصحهم ويفتي لهم بأنهم لا ينبغي أن يتكلموا لغة ماسينيسا ويغرطة كما سمه يقصد يغرطن ويقول إنه يمكن لبعض الناس أن يستعملوا هذا اللسان عند الحاجة ولكن لا ينبغي أن يعتبره هو الأصل وهنا تبدو وتظهر عبقرية هذا الشيخ العلامة حيث ارتكب أخطاء بالجملة وأولى الأخطاء التي ارتكبها أخطاء اللغة لأن التدوينة التي نشرها مليئة بالأخطاء التي ارتكبها في اللغة العربية وهو يدعو الناس إلى الحديث بالعربية وهو يعلم بأنه لا أحد يتحدث باللغة العربية في السوق وفي الأسرة والحياة اليومية نتحدث بالعربية في المحاضرات في نشرات الأخبار في الندوات في مثل هذه الفيديوهات للتواصل مع مجتمعات شمال الفريقيا والشرق الأوسط ولكن في حياتنا اليومية الحميمية وفي علاقاتنا علاقات إنتاج الحياة اليومية نتحدث بلغات التواصل الجماهيري اليومية فإما الأمازيغية أو العامية ولا أحد يستعملوا اللغة العربية في الحياة اليومية هذا خطأ ثم على الشيخ أن يتعلم اللغة العربية لأنه يدعو الناس إلى استعمال لغة لا يتقنها بدليل الركاكة الموجودة في تدوينته وهذا مشايخ السلفية عندنا أيضا في المغرب لأنهم يهربون من استعمال لغة العربية إلى العامية لأنهم لا يتقنونها لأنهم يخشون أن يلحنوا فيها وينكشف جهلهم باللغة العربية وعندما يكتبون تدوينة ما تظهر حقيقتهم لأن تدويناتهم مليئة بالأخطاء الآن هذا الشيخ يقول لا ينبغي اعتبار أن الأمازيغية لسان أصلي أو أنها هي الأصل وكأن هذا الشيخ المجنون يريد إلغاء التاريخ وليست له القدرة على ذلك كيف يمكن أن يلغي آلاف سنين من التاريخ؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو المسألة الأولى التي وردت تاريخياً لا يقصد هنا العرق التي هي غير موجودة ولكن يقصد أن اللغة الأصلية هي لغة القوم الأولى قبل أن ترد عليها أو تتوافد عليها لغات أخرى وفدت اللاتينية في عهد الرومان والبيزنطيين والوندال و جاءت العربية مع الإسلام و جاءت الفرنسية مع الفرنسيس و جاءت الإسبانية مع الإسبان كل هذه اللغات تتراكم فوق اللغة الأصلية ولكن اللسان الأصلي والهوية الأصلية تبقى موجودة بدليل أن الناس يستعملونها و يعتمدونها في حياتهم و في قضاء مختلف أغراضهم وهذه اللغة التي يتحدث عنها الشيخ المجنون هذا لا يعرف بأنها أصبحت لغة مدرسة في الجزائر و المغرب و أنها أصبحت لغة رسمية للدولة في الجزائر و المغرب فهو يتحدث عن لغة رسمية للبلد و يتحدث بهذا الأسلوب و هذا يظهر مقدار جهله و لكن أيضا و بالخصوص مقدار غربة عن البلد الذي يعيش فيه فهؤلاء السلفيون غرباء في أوطانهم لأنهم مستلبون و يمكن لهم استعمال طوبة للغرباء لأنهم غرباء حقيقيون و لكن نتيجة هذه الغربة هي الخراب و المعاناة يعانون كثيرا من ناحية نفسية كما يساهمون في خراب بلدانهم خربت سوريا و خرب العراق و تخرب ليبيا و يخرب اليمن بهذه الإيديولوجيا المنحرفة لغة ماسينيشا و يوغيرتا هي معجزة حقيقية لأن جميع اللغات المعاصرة لها انقارضت و لم تعد موجودة ولا تتكلم اليوم ولا تكتب اليوم بينما الأمازيغية تعيش عصرا ذهبيا بولوجها للمؤسسات و يتم النهوض بها هي تنهض مثل العنقاء من جديد و هذا لا يضر أبدا لغة العربية بالنسبة لنا نحن الأمازيغ لأننا متوازنون نفسيا و دهنيا و لا نعاني من أمراض الإيديولوجيات العابرة للقارات نعتبر بأن العربية لغة جميلة نستعملها عند الحاجة مثل ما أستعملها الآن عند الحاجة ولكن في نفس الوقت أقول للشيخ إختي جيتا مازيغ عرض سوالت إلس لي أكد فلني مزورة مكني مازيغن تلا دارنخ توتلايت النخ دارنخ تماجيت النخ تلي دارنخ توسنا النخ اللي كان إفض إفضن إفضن نسبغاسن أرسرسن سوال سو الغسة سوالات أي مازيغن توتلايت منون أشكنت تتيجا تماجيت منون فإذا هذا اللسان موجود وغير موجود أنه يحتل مكان لغة أخرى بل لا يحتل إلا مكانه الطبيعي ولكل لغة مكانتها ووظائفها هذا هو العلم وليس العنجهية الإديولوجية ولهذا نقول لهؤلاء يعني مجانين السلفية عليهم أن يتعضوا وأن يحترموا بلدانهم ويحترموا دساتير وقوانين بلدانهم وأن يحترموا شعوبهم لأن من يطعن في اللغة الأصلية لشعب ما صمدت عبر ألاف سنين هو شخص يمس بمشاعر الشعب الذي ينتمي إليها يمارس نوع من العقوق ضد الحضارة وضد الأمة التي ينتمي إليها ولكنه عقوق سلبي لأنه يساهم في الفتنة ويشيع الكراهية عوض أن يوطد لحام الوطن ليجعل البلد يسير إلى الأمام في طمأنينة الجزائر والمغرب اختار معا تدبير التنوع من أجل المستقبل بمعنى أن يعترف بكل المكونات التقافية واللغوية في البلدين وعلى اللغة الأمازيغية أن تعمم على المسؤولين أن يعمموا اللغة الأمازيغية في التعليم وفي الإعلام وفي كل مرافق الدولة لأنها اللغة الأولى الأصلية وهذه اللغة لا يمكن أن تنعت بأنها مشركة ولا مؤمنة هي إرت إرتنا العظيم العريق عايشت أديان مختلفة وعايشت وعاصرت حضارات مختلفة ولغات أخرى وثقافات متباينة لكنها بقيت إلى اليوم حية ولهذا في رأيي لو كان هذا العلامة الزائف يعرف حقا الدين الإسلام لكان انكب على النصوص القرآنية والحديثية وأقوال الصحابة الذين يتحدثون عن ضرورة تعلم اللغات والآيات أيضا التي تعتبر بأن ألسن الشعوب هي حكمة إلهية وآية من آية الله وأن يتعظ بقول علي بن أبي طالب تعلموا الألسن فإن كل إنسان بلسان أو كل لسان بإنسان فهذه الأمور لم يقرأها الشيخ لأنه لا يعرف الدين الإسلام وهذا شيء أقوله دائما أبعد الناس عن الإسلام ونصوصه هم السلفيون لأنهم تأخذهم يعني نوع من يأخذهم الغلو في كل أفق وكل مذهب فيتوزعون على المواقف المتطرفة وينسون جوهر الدين وجوهر الدين هو الحكمة ولكن هذا الشيخ لا يتكلم بحكمة بل يتكلم بتهور إذن ننصحه بأمرين اتنين أولا أن ينكب على نصوص الدين التي تحدث عن لغات الشعوب والألسن باحترام لكي يتعلم الاحترام ثانيا عليه أن يتقن اللغة العربية لأنه لا يعرفها نحوا وصرفا وتركيبا هو لا يعرف العربية بدليل تدوينة السمجة ثالثا عليه أن ينكب على تاريخ الجزائر ليعرف تاريخ البلد وتاريخ الممالك الأمازيغي العظيمة يوغرتن الذي يتحدث عنه حارب روما لعقود طويلة ومات مقتولا في سجون روما دفاعا عن الأرض أرض شمال إفريقيا أرض نوميديا فعليه أن يطالع لكي يعرف من هو يوغرتن ومن هو مرسينيشا وقيمة اللسان الذي تركاه للأقوام المتتالية إلى اليوم ونتمنى الهداية لهؤلاء الغلات المتطرفين وأن نتمنى لهم الاندماج في مجتمعاتهم ونتمنى لهم عودة العقل وعودة الضمير الإنساني الحي لأنه بدون ضمير يمكن للإنسان أن يقول أي شيء لأنه لا يخزل لا من نفسه ولا من غيره ترجمة نانسي قنقر